موسيقى عبر مشوار طويل مع كرة القدم حقق مصطفى عبد الكثير من الألقاب والإنجازات والبطولات ومع الأهل اكتسب المجري جماهرية عريضة وضعته ضمن القائمة الذهبية لأساطير اللعبة في مصر عبر كل العصور وعندما قرر الاعتزال رفض أن يترك المستطيل الأخضر فاتجه للإعلام الرياضي ليكون من رواد العمل التلفزيوني ومقدما لبرنامج الكاميرا في الملعب ذلك البرنامج الشهير الذي التفت حوله الأسرة المصرية وجمهور الكرة في شتى بقاع مصر وظل المجري داخل المستطيل الأخضر يمسك بالمايكروفون ويجري لقاءات حصرية وشيقة مع النجوم وجميعهم يعرف قيمة المحاور مرت السنوات وأصبح المجري واحدا من رواد الاستوديوهات التحليلية لمباريات الكرة وصنع مجدا كبيرا في البرامج الرياضية التي تناقش الكثير من القضايا والملفات والأزمات ويحتفل أيضا بالانتصارات والبطولات الأهلي بالنسبة للمجري حياته كلها عمره كله أحلى ذكرياته مع نجومه تميز بالروح الطيبة والأخلاق العالية وخفة الظل تجارب كثيرة في الإعلام الرياضي خاضها المجري لكن المرة دي الموضوع مختلف المرة دي في قناة الأهلي وعشان كده هيقدم لحضراتكم حوارات ولقاءات مختلفة مع نجوم كثيرين انتظروا الكثير من المفاجآت مع المجري ترجمة نانسي قنقر